إذن الآن بعد ما عرفنا إيش هي الحقول المطلوبة الخاصة فيها العميل فالآن ننتقل وقوم بإنشاء الجدول الخاص فيها حتى نتعامل معك قاعدة بيانات بشكل مباشر ذهبنا على الكور ثم مع ذلك قوم بإضافة جدول جديد وليكن هم خاص فيها طبعا يبتدي في صياغة الحقول الرئيسية الخاصة فيه خليني أبدي بأخفي هذه الصيغة ثم مع ذلك أبتدي أكتب بروب وعندنا انتجر طبعا انتجر بالنسبة إلى بالنسبة للآي دي أوكي بروب أيضا نفس الكلام إيش عندنا؟ عندنا الاسم الاسم رح يكون عندك string value فقط كتبنين بهذه الصيغة أوكي وإيضا عندك بروب إيش الحق للي بعده الحق للي بعده هو العنوان حتى يكون بنفس الترتيب تماما اللي هو الادرس أوكي جيد وإيضا نكتب بروب مرة أخرى ولو تذهب هنا على الاد أوكي عندنا العنوان عندنا رقم الهاتف طبعا قبله ثم مع ذلك العنوان يعني يكون عندك بنفس الترتيب تماما هنا عندك بروب أدنا string string إلى الفون نمبر أوكي فون نمبر لماذا الفون نمبر أخذتها string لأن ربما أنه يدخل في قيم نصية بعض الأحيان ما فيها عندي مشكلة أوكي ما بعد الادرس إيش عندك يعني بعد العنوان الإيميل والتفاصيل إذن هنا رح يكون عندك الإيميل الإيميل أكيد رح يكون عندك قيمة string أوكي وأيضا عندك بروب مرة أخرى عندك أيضا string إلى details أوكي ثم على ذلك and وآخر شيء رح يكون عندك يعني بالنسبة إلى البلانس البلانس رح يكون عندك قيمة double أوكي ولماذا؟ لأن أبدأ أستفاد من هذه القيمة في عملية التجميع كتحصيل حاصل أوكي أمو أن هي رح تكون كتحصيل حاصل مما رح تبدأ تدخل معنا في المدخلات ثم مع ذلك آخر شيء إيش تحتاج إلى طابع زمني date and time نفس الكلام اللي عملنا date and time أوكي ورا يكون عندك added date يعني تاريخ الإضافة أوكي هذه الحقول الرئيسية طبعا اللي أنت تحتاجها خلال هذه العملية إذا بناء على الـ data يعني هنا بشكل مباشر أقوم بأخذ الـ categories entity هذه أخذها copy وقوم بنزالها paste هنا طبعا إيش تحتاج؟ تحتاج أن تأخذ نفس الاسم اللي هو customers نفس الاسم تماما تأخذ هذه copy category entity وتضحها paste أوكي ثم مع ذلك تقوم بتغيير الاسم المقابل إليه طبعا هذه الكاب تنحذف نترك البادئ أو النهاية entity ونقوم بإضافة الـ customers بهذا الشكل وبعد ذلك أخذ كل هذا copy نقوم بالتغيير طبعا ندخل على الـ customers أوكي أقوم بتغيير الاسم الـ class ومشيد الفئة جيد ثم على ذلك أقوم بتغيير الـ categories بما يساويها بشكل مباشر أوكي إذن إيش أحتاج؟ أحتاج إلى بحث واستبدال أقوم بالبحث عن categories أوكي وأقوم باستبدالها إيش؟ باستبدالها في customers أوكي عمليات عندي عملية matching بشكل مباشر وأقوم باستبدال في الـ current document أقل هنا replace all أوكي فقام بالتحويل عليها يعني 24 محتوى بشكل مباشر لو تبدي تفتح الوظائف اللي موجودة عندك طبعا هذه الوظائف فمثل ما قدت لك تحتاج إلى هنا عملية إضافة بشكل مباشر راح نبدأ نضيفها الآن بنسبة لجدول الخاص في العملة هذا هنا على الـ database أوكي وبعد ذلك أقوم بإضافة جدول العملة اللي هو customers يكون بنفس الاسم بهذه الصيغة أوكي فقط ضفت إلى الـ database ولا أنا أخذه بشكل مباشر بنظر الاحتبار هذه كل الحقول طبعا يب كل الحقول طبعا عندك مضبوطة منذ ما ذكرنا عادة عملية البحث تحتاج إلى أضافة وتعديل عملية البحث إحنا طبعا الـ name والـ detail والـ balance هو نفسه تماما لكن عدنا فات عملية بحث أخرى اللي هي إيش اللي هي الـ phone number أوكي وبنفس الوقت الـ address أوكي تمام الـ phone number والـ address هذا الكلام هو نفسه راح تكون عندك مكرر على سكرونس والعادية الوظيفة العادية فأبدي أن أزله هنا بشكل مباشر كترال كترال د فقط عملية ترتيب الكود جيد إذن لأن أصبح عندي الوظائف الخاصة للتعامل مع الـ customer هي جاهزة وطبعا إيش إيش أنت تحتاج تحتاج أنه تبتدي من الـ load أوكي أو يمكن أن تتعامل مع عملية الإضافة بشكل مباشر ونحتاج فقط عمليات تغيير على الكود عمليات تغيير على الكود رح نشوفها أنه هي ببساطة يمكن أنه نتعامل معها لربط هذه الـ GI مع الجتول تغيير تغيير تغيير